في اقل من شهرين على كارثة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي اوقع المئات بين قتيل وجريح وبعد اعتراف منشقين من ميليشيا حزب الله اللبناني بتخزين الاخير اسلحة ثقيلة ومواد متفجرة في احياء جنوبي العاصمة كشف جيش الاحتلال الصهيوني عما وصفها بمواقع الموت التابعة لحزب الله في بيروت بعد نشره اشريطة مصورة وتفاصيل تتحدث عن تلك المواقع واماكن وجودها جيش الاحتلال قال ان حزب الله يخزن مواد شديدة الانفجار تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة في ثلاثة احياء سكنية وبين المنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت ما ينذر بتكرار سيناريو انفجار المرفأ في الرابع من ابل ماضي وتبين المعلومات التي افصح عنها جيش الاحتلال وجود مواقع لانتاج مواد تستخدم في صناعة الصواريخ الدقيقة يقع الاول في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح بجوار محطة للوقود وشركتين لانتاج الغاز بينما يوجد الموقع الثاني في حي الليكي تحت مباني سكنية فيها اكثر من سبعين عائلة ويبعد عشرات الامتار فقط عن احدى المراكز الطبية اما الموقع الثالث فمقره في حي الشوافات تحت مباني سكنية ايضا تقطنها نحو خمسين عائلة ويجاوره مسجد من جهة الشمال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يامين نتنياهو تحدث هو الاخر عن وجود مواقع سرية تابعة لميليشيا حزب الله لتخزين الاسلحة في بيروت قبل ان ينفي زعيمها حسن نصر الله تلك المزاعم معطيات ان ثبتت صحتها فانها تنذر وفقا لمختصين بحدوث كارثة سكانية لا تقل ضراوة عن تلك التي خلفها انفجار مرفأ بيروت بينما يؤكد مراقبون للشأن اللبناني ان المعلومات التي افصحت عنها تل ابيب بشأن وجود هذه المواقع وفي هذا التوقيت قد تكون تمهيدا لقصفها لاعتبارات تتعلق بامن الكيان الصهيوني لا بامن اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر